تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاسراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 50 طن ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 28 طن كما تم دبط أكثر من 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 618 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم دبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 53 طن أقماح محلية